السلام عليكم كنت من الجميع يكون بألف خير هالدرس هو تتمى للدرس السابق للأداد العشرية اليوم عن تعرفوا كيفاش نحوله العدد كسري الى عدد عشري وكذلك لكان عنا عدد عشري كيف نحوله العدد كسري بطريقة جد مبسطة وسهلة انا كنحول ما امكان في الفيديوهات ديالي من خلال الشرح للدروس نعطي لكم شرح بسيط باش التلميذ يحاول ما امكان يفهم الدرس بسهولة ويتطبق ديكش في التمرين او في الامتحانات ويحصل علينا المعدل ان شاء الله كنتمنى التوفيق لجميع التلميذ سؤال اول عنا اكتب ما يلي على صورة اعداد عشرية اول شي اللي بقي ما شفش الدرس السابق ضروري ما يرجع ويشاهد الفيديو وباش يتعرف على عدد العشرين والاجزاء ديالهم عنا قبل الفاصيلة قلقوا عدد صحيح العدد صحيح والفاصيلة العدد الاول الرقم الاول اعشار وجزء المائة كتكون هي الثانية واجزاء الالف هي الثلزة اعشار اجزاء المائة اجزاء الالف يعني هاتش يكون بالمراتب خصنا ضروري نحفظوه باش نحاقلو على الترتيب ويسهل علينا كراءة العدد العشاري قلنا عنا مائتاني واربعة وتسعون على عشرة هنا عنا الطريقة اللي هي جيد سهلة يمكن تستخدمها في تحويل العدد كسري الى عدد عشري ويجي لك صحيح في نفس الوقت عنا صفر واحد ناخد رقم واحد ونضع الفاصلة سفر واحد ناخد رقم واحد ونضع الفاصلة يجي على هاتشكل هذا اول حاجة كتعود تكتب الهدد على السطر عنا مائتاني واربعة وتسعون كنكتبها كاملة كنشوفه هنا عنا عشرة يعني سفر واحد كناخد رقم واحد ونضع الفاصلة على جهد اليمين كناخد رقم واحد على جهد اليمين ونضع الفاصلة تصبح تسعة وعشرون فاصلة أربعة كذلك هنا عنا خمسمائة واثنين وسبعون على مائة كنكتبوا اولا بالعدد خمسمائة واثنين وسبعون على السطر هنا كنشوفه هنا عنا مائة جوج أصفار ناخد رقمين جوج أرقام رقمين جوج أرقام رقمين من جهد اليمين ونضع الفاصلة شعال ما كانوا عندك هنا دي الأصفار كتاخد أرقام وتضع الفاصلة وهناك يصبح عندك العدد صحيح قبل خمسمائة واثنين وسبعون على مائة اثنين وسبعون اصبحت من جزء المائة وولتحى فاصلة مائة من أجزاء المائة من معين العبل ان اصبحت تسعة في العدد صحيح عشار سبعة واثنان جزاء المائة اثنين وسبعون جزءا من المائة نحن عنا الف الف واربعمائة وثلاثة وتمانون على ألف أولا نأخذ العدد كامل نكتبوها على السطر ونصف طريقة لقلنا قبل عنا ثلاثة أصفار نأخذ ثلاثة أرقام من جهة اليمين ثلاثة أرقام ونضع الفاصلة تصبح 1.483 أجزاء الألف نتمنى يكون واضح وهذه الطريقة جيد سهلة أنا كنتستخدمها مع التلعمة صراحة قد جيب نتيجة مزيانة لأن التلميذ بهذه الطريقة لا يغلط نهائيا في التحويل بين العدد كسري إلى عدد عشري أو عدد عشري إلى عدد كسري كيسهل عليه بزف باش يجيب تمرين صحيح وهناك يكسب النقطة عالية على المتيحان إن شاء الله سبعة على مئة نشعل ما كانوا عندنا الأرقام نفس الشيء الأصفر ضروري ما كتكون هات سبعة مثلا عندنا هنا مئة يعني السبعة خصة تكون في الجزء من المئة نضع سفر أولا والفاصلة سفر والفاصلة سفر سبعة نلاحظنا هنا لدينا أعشار وجزء المئة سبعة جاءت في مكان للجزء المئة أجزاء المئة أصبحت سبعة من الأجزاء المئة لأنها على مئة إذا كانت على ألف أصبحتنا ضروري سبعة تكون من أجزاء الألف يعني في المرتبة الثالثة أما إذا كانت على مئة فتبقى في المرتبة الثانية أجزاء المئة والمرتبة الأولى هي الأعشار نتمنى يكون واضح إذا كان سبعة على عشرة فهذا يعني سبعة تكون في مكان الأعشار طريقة جد سهلة يعني أي رقم كان على مئة فضروري إذا كان رقم واحد ضروري يكون هذا الرقم في جزء المئة إذا كان على ألف يكون هذا الرقم في جزء الألف نكمله بالأصفار لكي يصبح هذا الرقم فعلا في أجزاء المئة وإذا كان على الألف يكون ضروري في المكان لجزء الألف سهلة هنا جوج أرقام جوج أصفر هنا عنا جوج أرقام عدل فاصلة 0.07 التمرين الثاني عنا أكتب ما ينيع على صورة أعداد كسرية عنا 0.9 عنا 0.9 نحوله إلى عدد كسري نلاحظنا 9 فهي الأعشار لهذا 9 نعملها على عشرة عنا رقم واحد قبل الفاصلة يعني 0.1 9 في مرتبة الأعشار وجدت في الأعشار فالفاصلة 9 9 فهي الأعشار لهذا العدد عشاري 9 على عشار 4.06 عنا جوج أرقام نعملها على مئة 406 لهذا العدد لعنا كامل نكتبوه كامل فوق في البسط والمقام نعملو إما على حسب كيفاش جال عدد واش على عشرة أو على مئة هنا عنا جوج أرقام يعني جوج أصفار عنا في جزء المئة على مئة 406 على مئة لأن هنا عنا جزء المئة عنا الأعشار وجزء المئة لهذا نكتبوه العدد كامل على مئة لما فهمش يتبع طريقة لأن هناك طريقة لأن هناك طريقة لأرقام كترجع للأصفار أما الثميذ اللي سهل علي باش يفهم إذا كان عشار كن كتبوها على عشارة إذا كان عنا أجزاء المئة رقمين هنا هنا قبل فاصلة يعني جزء المئة كن كتبوها على مئة إذا كان عنا مثلا هنا أجزاء الألف يعني كن كتبوها على ألف اللي ما فهمش بها الطريقة كيحول هاد الأرقام إلى الأصفار نكملوا هاد العدد كامل كن كتبوها 406 بدون فاصلة طبعا على مئة لأن هاد 06 جزء المئة هنا عنا 1.9 1.9 كن كتبو العدد في البسط بدون فاصلة ولا لحظنا 9 فهي الأعشار كن كتبوها على عشارة يعني عنا رقم 1 01 9 جت في الأعشار العدد كامل كن كتبوه على عشارة وهنا عنا 6.05 كن كتبوه غير العدد على الرقم 5 فقط هاد الأصفار اللي كيكونوا في الأول ما كن حسبوهمش من بعين كتبوه العدد نحولوه للكسري كتبوه غيره 5 وكن شوفوا 5 فين جات جات هنا عنا الأعشار هنا جزء المئة يعني جات من أجزاء المئة لهذا كن كتبوها على مئة جات هي الثانية عنا جوج أرقام يعني رقمي نحولوهم جوج أصفار سفري جات في المرتبة دي الجزء المئة كن كتبوه 5 على مئة دائماً ما يكون عندك الأصفار في الأول للاحظتوا 7.9 وهنا 7.05 لا كن كتبوه غير الرقم ما كن كتبوه للأصفار الثالث سؤال الثالث لدينا أوجد جميل العدد العشرية المحصورة بين 7.56 و7.57 هذا سؤال كتبوه كتبوه للتلاميذ وأغلبي كتبوه مشكين باش يحلو هذا التمرين هذا وهو سهل الرقم الأولاني كتبوه من عدد الأول لدينا 7.56 كان كتبوه هي الأولى للاحظنا زلناها صفر كان قوم مشين يعني لدينا هنا 60 61 62 63 64 65 65 67 67 68 69 69 70 يعني هذا العدد اللي أولاني كتبناه والعدد الثاني يكتبناه في الأخر هنا زلنا صفر وهنا زلنا صفر هذا الرقم اللولاني مثلا أستاذي يقدر يعطي لكم 8.1 والعدد الثاني هو 8.2 مشلقوا العدد المحصور بين عدد المحصورة بين العددين هذا نفس الشي كتبناه 8.1 قد تزد لصف يعني 8.10 وهنا 8.20 وكان قوم مشين 8.10 8.11 8.12 يعني نفس الشي كيبقى صفر كتحول إلى 1 إلى 2 إلى 3 حتى نصل العدد الذي أعطينا الأستاذ في الأخر جد سهلة بالنسبة للتفكيك لدينا ألاحظ ما يلو أكمل 36.246 العدد الصحيح دائما لا يتفكيك كيبقى هو بحل الذي لدينا هنا نحاول ه نعمله زائد والأرقام التي لدينا هما التي نفكيهم أنا هنا لم أفكيك العدد كامل ولكن هنا نفكي العدد كما يجب لدينا 36 زائد 0.2 للاحظ 2 لدينا في الأعشار ضروري هنا تبقى في الأعشار يعني الفاصلة كتبقى هي الفاصلة 36 حولنا إلى 0 هنا لكي 2 كتبقى في المرسبة التي هي موجودة فيها قبل لدينا هنا في الأعشار ضروري 2 تبقى في الأعشار هنا نفاصلة 7 فاصلة 2 زائد 7 فاصلة 0 4 يعني هذا الأرقام تقريبا نحولهم إلى أصفر 36 و 30 نحول إلى 0 1 لدينا الفاصلة 2 حولنا إلى 0 4 نكتب 4 لأن نحن صن 4 2 نكتب نحن نمش 6 زائد عاود نفس الشي عادنا 0 فاصلة 2 حولنا إلى 0 و 4 إلى 0 و اكتب 6 لاحظنا هنا كل حاجة بقت في المرتبة ديالا عنا 36 زائد 0.2 لأن 2 في 10 بقت في 10 عنا 6 10 0 4 4 عنا في أجزاء المائة بقت في الأجزاء المائة زائد 10 0 0 6 6 عنا في الأجزاء الألف ضروري تبقى في الأجزاء الألف اللي كبقى كنعوضوه بالأصفر باشتباح 6 في المرتبة ديال أجزاء الألف 21 5 6 8 نفس الشي 21 زائد يعني العدد صحيح يبقى بحلي هو زائد 0.5 يعني هاد 5 هاد فاصلة 5 نفس الشي كتبقى لأن نحن وصلنا ليلة 21 هنا كنعوضوها بصفر 0.5 يعني 5 بقى في الأعشر كما هي زائد 0.08 8 في جزء المائة كما هي اللي بقي كنعوضوه بالأصفر يعني العدد صحيح كنعملو 0.1 فاصلة هاد 5 هاد ارجع 0 ونكتب 8 لابا وصلنا ال 6 يعني 21 رجعت 0 الفاصلة 5 حولنا 0 8 حولنا هالسفر عادي نكتب 6 باش تبقى في المرتبة ديالها للأجزاء للألف وهيدا كنكملو التمرين كاملي كنتمنى هالدرس تستفدو منه فهو جد مبسط صراحة ماشي صعيب فهو سهل وكنتمنى التلاميذ فهموا الطريقة اللي كنحولوا بها لعدد كسري الى عدد عشري او للعكس او التفكيك او هالطريقة ديال جميل العشرية المحصورة بين جوج اعداد فهم جد سهلين هيدا ان شاء الله توفقوا في الامتحان ويجيبوا المعدل كنتمنى التوفيق لجميع التنميذ ومتنسوش لايك والاشتراك في القناة بش يوصلكم دائما الجديد والى اللقاء